أهلا وسهلا أستاذ معين في بودكاستر بيبوست نورتنا أهلا وسهلا فيك الاحتلال الإسرائيلي يسرح ويمرح في الأجواء السورية يقصف ويدمر أيضا يتوغل وينفذ عمليات والدولة السورية غائبة عن المشهد فعليا لا نسمع لها أي صوت وهي التي تعرض للضرب فعليا أراضيها وكدولة إنجاز التعبير أين هو النظام السوري أو الدولة السورية مما يحدث في الإقليم أظن أن الجواب بنرجع أكثر لأبل الثورة هل كان قبل الثورة أي تدخل إسرائيلي يستوجب ردا من النظام الحاكم وأيضا هل تدخل الإسرائيلي كان هو اللي ضرب النظام الحاكم لأمرين مختلفين تماما إذن مثلا قبل الثورة في عندنا ثلاث أربع محطات لدخول الإسرائيلي وإذا بترجي بتربط أيضا في تدخلها وبعد بتواضح أنه سيستتدخل في الجغرافية السورية لعدم جعل الجغرافية السورية مسرح لتغيير موازين القوى وهي لم تدخل ضد نظام أو ضد الدولة السورية هي تستخدم الجغرافية السورية أحيانا كان نعم هناك مثلا في جمراي ضربة جمراي في الألفية الثالثة كان في عمل ما لتطوير أسلحة أيضا ضربة المنشأة النووية قبل الثورة اللي هي وقائنها منشأة النووية في دير الزور أيضا كان ضمن هذا السياق هو عملية ضرب اللي حلق في معادلات القوى بعد الثورة أيضا كان في خشة إسرائيلية بأن تتحول الجغرافية السورية في ظل الفوضى إلى ممر سواء لإنتاج السلاح النوعي أو لنقل السلاح النوعي لحزب الله أو الجبهة الجنوبية عموما فكانت الوصلة الإسرائيلية هي لهذا الضرب يدرك النظام في أن هذا الضرب ليس له بالدرجة هذا واحد اثنين بفلسفة النظام اليوم من 73 اليوم أو خليناه بعد الحرب أكتوبر في 73 هو يدرك بأن حتى يبقى في المعادلة الأمنية يجب مراعاة أنه إسرائيل على جواره يجب أن يكون يعرف أنه أي تغييف معادلة لهذه الأمنية وقواعد اشتباك اللي رسمت من 73 ستنعكس سلبا على النظام بالعكس جزء من إحاءات النظام عبر هذه السلوات أنه حدع براعي هذه القواعد اشتباك قدر المستطاع وبالتالي إسرائيل ترتاح إلى هذا الأمر هنا لا نتكلم بمعنى العمالة أو توظيف فقط نتكلم عن حد بيدرك المعادلة الأمنية والفواعل أي كان شكله سبعا فاعل ما دون الدولة أو فاعل ما فوق الدولة أو فاعل الدولة نفسها عندما تدرك بأن القواعد الأمنية في النظام الأمن الإقليمي هي قواعد يجب مراعاة بدقة ستكون في المشهد الانفعال والاستعجال في تغيير هذه القواعد هي مهمة في تغيير هذه النظام نشوف مقاربة النوعية تانية اللي صار في حماس أو في عملية طوفان الأقصى هو غير هذه القواعد ولا يمكن العودة إلى تلك القواعد السابقة نعم إذا نسبها بالرغة الجاضيات في مجموعة عناصر عبتأدي إلى معادلة الأمنية تساوي الصفر يعني في استقرار أمني إلى حد بعيد مع أنه في عندك أعداء في هذه المنطقة في عندك خارطة مصالح متناقضة لكن قواعد اجتباك عبتفرض أنه في استقرار أمني كل مرة مرة بصير تغييرات في طبيعة الحال لكن هي هوامش وخواص الرخوة ما في تطلق الحدث ليعيد تصيح نفسه لكن حتى وطول نحكي عن 2006 في لبنان حتى وطول نحكي عن تفاوضة الأولى وانتفاوضة الثانية حتى وطول نحكي حتى حركة ربيع العربي كأحداث أمنية باعتبارها مو بس فقط حدث اجتماع وسياسي إلا منذلات أمنية في طبيعة الحال إذن هذا النظام وهاي التركيبة يدرك أيضا إذا نرجع شوي لورا كل الأنظمة في المنطقة وعلى رأس النظام السوري هو لا يبني شرعيتهم من آليات محلية وفي توافقات إقليمية وتوافقات دولية وعلى رأس استخبارات هي أمنية الكيان السوري منذ نشأته من 1920 لليوم هو كيان غير مستقر اللي كان فيه مجموعة من التفاعلات بين الداخلية والخارجية لكن عندما أتى حافظ أسد السلطة هو استطاع أن يشكل هذا التوازن ما بين الداخل والخارجي وحط قواعد التأثير السوري في المعادلات الأقليم هي قائمة على العنصرين رئيسيين لا ثلاثا هما الأول هو الاهتمام في السياسة الإقليمية والسياسة الخارجية الدبلوماسية الناعمة صحة التعبير ودعم شركاء أو وقلاء محليين سواء في لبنان أو في دمشق فترة فترات كانت كل الفصائل الفلسطينية موجودة تمام فهو كان لكي لا يخرج كليا من المنطقة هذا شو بيعطينا؟ بيعطينا أنه كان يسعى أن يقوم بدور أمني في المنطقة وظيفة أمنية وهذه وظيفة أمنية لا يزال يعول عليها النظام الراهن مع اختلاف قواعد اللعبة بين نظام محاض أسد وقواعد تخدم مين هذه القواعدة الأمنية؟ هل تخدمه شخصياً أم تخدم دول في الإقليم؟ بطبيعة الحال هو هاجسه خدمة النظام حكمه بالدرجة الأولى النظام الحكم طالما ما في تهديد خارجي حقيقي لن يستطيع أي تهديد داخلي تغييره إذا ما استثنينه بعد 2011 أنه صار بعد 2011 لحولات أخرى خاصة بعد أحداث الثمانينات سواء بشقيها شقة المدني اللي تشكل في حركة النقابات الـ 79 وحالة التمرد في سوريا النقابي وكانت حالة غنية جداً وأيضا حالة الإخوان في الثمانينات أيضاً لأساسها استطاع حفظ أسد أن يعيد تعريف الحياة السياسية والمدنية وتجميدة وما أكثر من هيك وجعلها دي كوريا وربط في حزب البعث عبد المبدأ الثامن للحزب اللي هو أن الحزب هو قائد دولة المجتمع فموت الحياة السياسية وموت الحياة المدنية وجعل التفاعلات المحلية أد من كبرت سقف الصفر لذلك هو يدرك أن هاي المعادلة بين التهديدات الخارجية وتهديدات المحلية هي بتخليه موجود وبالعكس بالعكس في دول الشرق الأدنى أو دول الشرق أوسط الأسف اللي بيجعل تعاطي الدول مع هاي الأنظمة هو حقيقي قد يشتب تراعي خطوطي وهواجس الأمنية ما هو مقولات الديمقراطية ولا هي مقولات الحكم الرشيد ولا هي مقولات الاستقرار المحلي ولا هي مقولات حتى حقوق الإنسان يعني فهذه المعادلة نعم موجودة فالدولة السورية أو النظام السوري في تعاطيه مع إسرائيل فيه خاصة بعد الثورة وفيه عاملين بيحدون بهالقصة هاي عامل القدرة نفسهم فيه اختلاف في القدرة خاصة أنه قبل حافظ أسد كان يعبني يعتمد على استراتيجية الردع بمعنى أنه نحن مدينا منظومة صواريخ وقد تعمل قضية قضية إرباك في المشهد ولدي أيضا وكلاء محليين فيني أدعمون وأشاغب على إسرائيل فيها هاي القدرة اختفت عند النظام اليوم واثنين الرغبة يعني أنا اليوم لا يجد لدي رغبة لأنه أنا عمليا أذهب بوضع أسفين في هذا الأمر الأمر اللي عم يساعده للنظام في هذا الموضوع أنه إسرائيل نفسه مو بس إسرائيل حتى شوف ددخلات الأمريكية في المنطقة أو ددخلها في سوريا ما عبي يجي صالح صنائية نظام ومعارضة ما عبي يجي صالح الفوعل السورية بحد ذات هو عبي يجي ليستخدم الجغرافية السورية إما الأمريكان على سبيل المثال كانوا يمكافحة الإرهاب عبر مبتنظيم الدولة الإسلامية يعني كانت إيران عبتفصلح وتمرح قدامه أنا ذاك قدام حكم أوباما ما سوه شيء حتى الجنرالي كان المسؤول عن التحالف الدولي ما كان يعطي أوامر رغم وجود إثباتات كتير إلا أنه إن كانوا يحركوا أو يشغلوا داعش في مكان ما وأيضا على مستوى الإسرائيلي إذا تروح وتصنف كل تدخلاتها قبل الثورة وبعد الثورة هي لم تكن بصالح النظام ضد النظام ضد النظام قبل الثورة كان العلاقة بعدم جعل تغيير معادلات الصلاح المرتبطة في السلاح عبر ضربة المؤسسات الدفاع المدني أو المؤسسة الدفاع العسكري أو حتى المختبرات البحث العلمي في جمهورية وغيرها أو فيما يرتبط في تدريبات الفلسطينيين أنا ذاك تمام بعد الثورة تغيرت اليوم هي كان فيه ثلاث عوامل رئيسية لتدخل قبل قبل 7 أكتوبر كان فيه عنا المتغير الأول أو العام الأول هو مراقبة حركة إمداد السلاح لحزب الله لأنه هو جنوب لبنان بيعني أكتر لأنه نيكا بتعامل مع فاعل ما دون الدولة ليس منضبطا وإن كان حزب الله فترة فترات بعد حرب تموز حاول يظهر أنه منضبط ويتحترم القواعد والآخرين وانخرط في الدولة إذن عدم جعل الجغرافية السورية ممرا محتملا له عدم جعل الجغرافية السورية مكانا للاستحواز الإيراني ماشي اللي هي وأنه التواجد الإيراني اليوم خاصة كان عبي يزحف يوصل للجنوب وذكرت لها انتفاقية الجنوب اللي هي إبعاد في 2018 إبعاد إيران على حدود بحدود 70 كيلومتر الأمر الثالث اللي هو كان أيضا محضر بهو اغتيالات اغتيالات لشخصيات كبرى في إيران يشكل الإسرائيلي أنه تأتي لتغيير أو لقيادة مخطط أمني ما في هذه المنطقة لكن بعد أكتوبر تغيير كل هاي المؤشرات ومحددات الدخل الإسرائيلي يدرك النظام أنه ليس المعني بعد 7 أكتوبر بدأت إسرائيل تحكي على موضوع أنه خلص استحالة أنه نحن نسمح للنظام الأسد أن يبقى مرتاحة من متواجد الإيراني في هذه المنطقة وهون القصة فنحن مثلا إذا بدك تجي تحلل مواقف النظام أنا برأيي أن النظام لا يمتلك موقف بمعنى بمعنى أنه فيه قرار في مجموعة أدوات وستراتيجية لا هو الصمت خيارا عمليا الصمت خيارا لأنه أمام إذا بدك تحط أي واحد يصنع قرار يحط شو فيه عنده مؤهلات شو عنده قدرات شو فيه عنده خيارات شو بدي يحكي إنعكاسات هذه الخيارات هو غير قادر على أن مواجهة إيران وغير راغب لا ننسى إيران هي الوحيدة التي بقيت مع نظام الأسد وهي الوحيدة التي دعمت نظام الأسد ولا تزال ولا نظام لو لا إيرانيين يعني نحو أن نحكي عن أكثر من قرابة 50 مليار دولار صرفت إيران اللي هي عند أزمات اقتصادية واجتماعية صرفت عن نظام الأسد هذا أقرب حلفاء ما أعطاياها هو الروسي في ظل العقوبات فهي قضية ما هي قضية موقف سياسي أو موقف شعاراتي ولا يستطيع فكر الارتباط مع إيران ولا يريد لا يريد لأنه هو ينظر إلى أن أنظمة عربية نظرة ليست مستقرة يعني نظرة دائماً تتحكم أن هذه الأنظمة ليست هي تأخذ قراراتها من نفسها هذا واحد اثنين أيضاً اليوم العبث الغير مدروس في هكذا لحظة لحظة بعيد تشكيل في المنطقة سيكون حاسم باختصره بقول هذا العام على الأقل هو عام اختبار النظام ومدى جديته سواء في الانخلاط مع المحور العربي الذي يتنامى بصالح أو ينكسر المحور ما يعرف في المقاومة أو يتعرض للضربات لأنه انكسار كلمة كبيرة كتير أنا باعتقاد لم ينكسر بعد هو يتعرض للضربات مؤلمة لكن على الأقل بتفوته مرحلة انتقالية ولا تنهي وأيضاً اللي صالح أنه هو هل سيغير قواعد وحتى لو أخذ سيغير قواعد اجتبار كونه يمتلك القدرة الجيش السوري بعد ما دخله في الصراع المحلي مثل ما دخل حزب الله في الصراع المحلي منكشفت كل قدراته ومنكشفت كل قصصه واستنزفت استطراداً هيك لنعرف ليش هو يفقد القدرة ما يكون كلام فقط سياسي أو كلام بغم ما يقوله رغبه أنا هون بهذه النقطة بالتحديد إنه ليش لا يمتلك القدرة هو فعلياً هو الذي سمح لإيران إنها تأتي إلى أراضيه وتتوطن فيها ويكون لها نفوذ وهو يعلم بنفس الوقت أن هذا يزعج إسرائيل فبالتالي منطقياً الاحتلال عندما يضرب سوريا هو يعلم أن النظام السوري هو سبب الوجود الإيراني فهو لماذا الاحتلال لا يضرب النظام بشكل مباشر السبب في هذا أو لماذا لا يسعى إلى تغيير هذا النظام نحن عارفين نفوذ الإسرائيلي في المنطقة وعارفين مثلاً لما مرسي استلم الحكم في مصر وخرج عن القواعد الموضوع على الرؤساء في المنطقة لم إزالته بكل بساطة سواء خلال الدعم الأمريكي للمعارضة والجيش وما إلى ذلك أو من خلال وسائل أخرى يمكن يتبعها لماذا يصمت الاحتلال على وجود النظام السوري الذي هو سبب في الوجود الإيراني المزعج للاحتلال نعم يعني باعتقادي أنه يجب تروح تتابع كل المراكز الدراسات الإسرائيلية وأنا شخصياً عملت مثل مقاراة وبحثية في 2013 لأحد قواعد كيف عم بتعامل الإسرائيل مع النظام خصوصاً أو مع الجغرافية السورية بكل التوصيات الإسرائيلية ما كان فيه هناك توصية بالتعاطي السلبي مع النظام أبداً حتى في بعض المؤشرات سواء كان ظهرت عن طريق الصحافة أو ظهرت أيضاً عن طريق بعض الإسنتاجات البحثية الإسرائيلية بتقول أنه الصفقة 2013 اللي هي مرتبطة عندما قرر المجتمع الدولي على رأسه الولايات وحدة أمريكية بمعاقبة النظام الاستخدامي السلاح الكيمة والغوطة فكرة الصفقة بحد ذاتها يفكر إسرائيلية للسسليم السلاح النور لأنه اليوم إسرائيل المحددة بهذا السياق أنه هي لا ترى في هذا النظام بما نظره نحن أنه سيء وحارب شعبه وهي ترى بهذا النظام بأن وجوده اليوم هو بقاء لوجود الدولة المنضبطة التي تحافظ على خطوط الاشتباك في المنطقة أما في جزئية النفوذ الإيراني وهي كتير نقطة معاقبة النفوذ الإيراني لم يكن بقرار يعني اليوم صحيح مع استمرار وقت صار فيه قرارات أوضح لكن اللي ميز النفوذ الإيراني في عهد حافظ الأسد والأخرين يقول العشرية الأولى من 2000 عندما بعده بأنه في شيء أتى بعد الثورة بحكم الضرورة يعني عندما اليوم النظام بال2013 صار وضوح عن فكرة تدخل إيراني من أول لحظة في الثورة السورية يعني في اجتماعات مركزية داخل سواء وزارة الإعلام أو داخل السفارة الإيرانية أو حتى داخل بعض الأجهزة الأمنية يعطوا رسم لكيف تتحدد مواجهة الاحتجاجات ثم كانوا أصحاب فكرة تحويل بعض المجموعات المحلية لمجموعات دفاع محلي أو ما يعرف باستثمار أكبر للشبيحة لكن الشكل الأبرز كان لاستنجاد النظام به هو 2013 عندما يعني فقد بلش النظام يفقد قدرته البشرية على مستوى الانشقاق على مستوى قتل زياد معداد القتل وين قتل عبصير؟ عبصير في الرتب الصغيرة اللي هي الميدانية المقاتلين الميدانية تمام؟ وأيضا اليوم بتوسع الصراع يعني الثورة السورية على مستوى كل الجغرافيات العربية هي الأكثر انتشاراً وامتداداً كنسبة وتناسب من حجم الدولة يعني معارك أو حتى قبل المظاهرات كانت على مستوى كل سوريا وإدخال الجيش المهيئ والمنتشر على أساس العقيدة القتالية على أنها في حدود كيان إسرائيلي شوف انتشاره أكبر في الجنوب بين الوقت اللي بلشت تتكبر المصالح وانت تتكبر عفوا من قارة الصراع استنجد النظام في الميليشيات المحلية الإيرانية وطلب العون إذن أول لحظة هي فقد القدرة البشرية في 2013 وهذا إعلان كثير له أسره في التحولات الجيش اتنين وخاصة الجيسة وقت البطلة أنه ما عاد حدا راح تطوع لأنه أدمن حاولت أنت اليوم تقول أنه هو جيش علاوي اليوم الجيش قاعد التطبيع عنده وبيعلن أنه في عنده مسابقة بتيجي من كل المحافظات فهو فقد هاي وما عاد راح حدا على الجيش فهو صافي استنزاف والمعنى كثير من عقلية عصابات أكثر حرب عصابات 2015 كانت أكبر عندما استنجدها في الروسي ليش استنجدت في الروسي هو فقد القدرة الفنية على القتال يعني لم تعد الصواريخ بعيدة المدى ولم تعد الطائرات ولا الحوامات اللي بيستخدمها في القتال هي قادرة على إحداث فرق بالعكس 2015 وصلت هو الثورة والمعارضة والفصائل الإسلامية إلى مشارف يقبلت نبي الله إدريس اللي هي يونس عفوان اللي هي بتطل على على 90 كم عن القرداحة إذن جيش يفقد القدرة البشرية ثم يفقد القدرة الفنية ثم يفقد أساسا هو يفقد قدرة التواصل واتصال مع هذه مع هذه المجموعاته ما عاد عنده قدرة يواجه بشي هو فقط ما يراد أن يحافظ عليه هو إنه في إطار جيش في إطار جيش في أوامر عبتطلع ووانا عبتنزل في جيش سبين ضبط هو زي الخزان الأكبر للسلاح بلا بلا إجق كمان قانون قيصر اللي يزيد الطين بله قانون قيصر هو جزء الرئيسي المستهدف في الجيش يعني طبر أستاذي برغي ما فيك تشتريه الجيش والجيش إذا بتروح وتراجع مكتب العقود فيه سابقا قبل الثورة هو بعمل صياني لأسلحة أسلا مهترئة هو يدرك أنه هي قضية ما هي قضية راغبة وبالتالي الوجود الإيراني بحكم الضرورة أجت ميليشيات وأيران وهي أنا دائما بشبه هو دائما هي عندها إذا بتعرف سياسة الإقليمية هي سياسة أفقية ميعا مدير روسي بيجي بتعامل مع مع رئيس بتعامل مع وزار الدفاع بتعامل مع هيئة أركان بتعامل كدولة مدقابل دولة أما إيراني ما بتعاملوا هيك إيران استراتيجية منذ ما يعرف تصدير الثورة الإسلامية ولا سيما بعد وضوح الحرب الخليج اشتغل على قاعدة كتير مهمة التمدد الإقليمي عبر أدوات محلية وطنية بين قوسين وأنه أي معركة هي خارج حدودها ووين في نقاط جيو استراتيجية وجيو أمنية ببالغة الدقة منطقة منطقة خلنا نقول شمال الإسرائي شمال فلسطين تمام اللي هي منطقة هي بتصيغ المعادلات الأمنية في المنطقة موجود في اليمن عند خليج من باب مندب موجود في العراق وما أدراك من العراق هو الخاصرة الشرقية للوطن العربي وما أدراك منه العراق أساساً هو اليوم هو النقطة الدفاع الأولى عن المشرق العربي عموماً هي موجودة في هاي المناطق وهي معرفة العلاقات الدولية ما تعرف بمكان ما دمج لأدوات الذكية والواقعية الهجومية أنت أبا ما يجيك لعندك الخصم أنت بتروح وتقاتله هنيك وهو بيكون جزء من الحياة السياسية في لبنان مين سيطر على لبنان هو كيان لبناني في الأخير هزب الله فهي القاعدة الإيرانية هي بتتعامل مع ملء الفراغات فعندما يأتي أتى في 2013 ما رح يأتي في شروطه شروط النظام طبعا ظهرت ما يعرف في سوريا المفيدة سوريا المفيدة رح في جزء منها بدأت تظهر معي سياسة أنا أنه انخراط المجتمع انخراط في مؤسسات الدولة إيرانياً وأيضاً وجود عسكري هذا وجود عسكري يجب أن يكون المؤمن فهو رجع اعتمد على القواعد الأديمة مثلاً في عندها في حماس ألبية وغيرها هي أساساً كان في علاقات جيدة لحزب الله فيها انطلق منها للقصة هيك فالوجود الإيراني جواباً على موضوع ليش إسرائيل ما عبد الضرب النظام هو أصبح بالتحصيل يعني أصبح مع مرور يعني الجغرافية السورية ما تعرضت له من متطورات أمنية وعسكرية الإيراني كعب تكيف حتى بعد ما توصل الإيرانيين الإسرائيليين عفواً عن طريق اتفاق روسي أميركي بيطردن عن جنوب سوريا 70 كم وعاد فلسفة انتشاره هون الخطورة الخطورة اليوم إنه حتى إذا تم تغيير شكل النظام السياسي في سوريا إيران تستحوز فليني أشبه لك إيها ملت كاس العصير دائما بقوله طلابي أنا ملت كاس العصير اللي بيحط لها حزب ردقان فوق حزب ردقان هو روسي العصير والمادة المسائلة هو الإيراني وهلا منفنت فيه أكثر منفنت فيه أكثر فالإسرائيلي يدرك بأنه هو اليوم ما فيه جمع تنتين مع بعض لأنه فيه شي متحصل وأن وأن كان هنه تنتين مع بعض هنه هيك لأنه بعدين بعد 2017 إيراني بدأ يحول استثمار وإتفاقيات رسمية مع النظام تمام يدرك ذلك لكن هو لا يريد جمعهما مع بعض هو يريد بنهاية المطاف وألوى كتير من ناس إسرائيليين ومواقع وحتى فيه جلسات حوار إسرائيلي بقولوا نحن نريد دولة ضعيفة في سوريا بالحرف تم استخدام دولة لا تتحكم بأطرافها على الأقل نحن فينا ناخد هاي المهام وحماية هذا الطرف دون أن نغير المعادلة العامة في سوريا في ظل الحرب القائمة على لبنان وعلى غزة أجرينا تحقيق في عربي بوست يرصد مناطق أو النقاط القصف التي تتعرض لها سوريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبعض المناطق هي كانت في منطقة المزة وبعض الأهداف كانت بعيدة أمتار مئات الأمتار عن قصر بشار الأسد مكان إقامته أعتقد في دمشق ويحاليين المفروض أنه يشاهد هذا القصف أو يسمع صوته على الأقل يعني فمن خلال كلامك هو لا يستطيع أن يرد على أي من هذين ولا يريد ولا يريد هي رغبة وإرادة نعم بس أكثر من هيك هو راح سافر حضر بالسعودية صحيح يعني أنت اليوم جغرافيتك العسكرية أو الجغرافية السورية عموما سواء العسكرية أو الأمنية عبتتعرض لغ خلنا أقول عملية ممنهجة إسرائيلية تماما هو عرفان إسرائيلية شو بده وبنفس الوقت كان في اجتماع بأستنى اللي هو كما مسار أمني يحدد مستقبل أمني للمنطقة لغة سوريا هو ذهب وذهب لأتجاه فنعم اليوم يعني الإسرائيلي أساسا بخطوط توغله في سوريا قبل الثورة على فكرة حوام الطائرات إسرائيلية في قصة الجمهورية بالبساطة وكانت رسالة حتى قبل الثورة بقولها تتوقع في 2007 لكن بعد اليوم تعالوا نفند وين ضربت عبداليش وليش عبداليش ونفندها بتفنيد موضوعي لحد نبعين اللي بيفهم سياسة إيران بسوريا يجب أن يتابع حركة السفير الإيراني في سوريا سفير الإيراني سفير الإيراني نعم اللي هو خاصة ظهر دوره بعد اغتيال المهندس الإقليمي للسياسة الإقليمية الإيرانية قاسم سليماني تمام؟ برس دوره أكتر لأنه صار في دور إداري دور خدمي دور تعليمي دور إعلامي وهذا الإنصاب في أعتقد هجمات البيجر نعم ظهرت صابتوا لاحقا عندما طلعت صورته هو مضمد إيده في ضربة صارت في المرج المستشار الإيراني في ضربة صارت أولي تقريبا ريف دمشق بالعموم سواء ست زينب حتى وصلنا طريق المطار هو يتعرض الضرب دائم وهذا نحن بنعرف تفسيره لأنه هناك في تواجد مكثف إيراني أيضا في ضربات حاول حاول أيضا محيط دمشق عم نحكي حوالين مطارات وإلى آخر لاستخدام حين يشك بعض المطارات شوف معاش نحكي به هالطريقة شوف عدم الاهتمام بمصلحة الدولة كيف كيف أنت بترضى بمكان ما أن تجعل مطارا مدنيا هو مكان لنقل استلاح يعني كل الضربات الإسرائيلية تضربت وأنا لست مبررا لأي ضربة هنا بحكي أنا بوصف يعني بالمطلق نحن ما منريد حدا يضرب لا المجتمع السوري ولا ولا الجغرافية السورية لكن اليوم في رغبة إنه مطار مدني يستحوذ عليه إيرانيين مطار مدني يستخدم النقل المدني لنقل أسلحة هل هو سمح أم مجبر هو كلاهما مع بعض هو سمح لأنه السلاح جزء منه كان يجي لدعم الجيش منين يجي السلاح كان نظام في بعض اليوم الأسلحة خاصة إذا تشوفت المك والمم كغرف دعم للمعارضة كان تأتي ببعض الأسلحة اللي هي غير استراتيجية لكن كانت كثير حديثة كيف تكتواجها فكان الإيراني نعم يستخدمها لكل الأمرين لكل الأمرين هنا وهنا فكان نظام يريد ذلك بعدين مين يسيطر على المطار بالمعنى الأمني نظريا المخابرات الجوية فكثير كان فيه استثمار إيراني مع المخابرات الجوية برجع بقالك هي القضية ليست قضية أنه أمر واضح وهي أمر واضح في نهاية المطاف لكن أيضا إيران اشتغلت على قنوات إفقية عديدة يعني متل بتشوف هلأ أنت مثلا بالانتشار وتنفند أكتر في نفوذها في سوريا بتشوف هي تحكمت في كل المصادر الطبيعية لو وجود قرار في سوريا متحكمة سواء على مستوى برج الشعب أو مستوى إدارة محلية مشايخ عشائر تعليم اقتصاد هي متحكمة بنهاية المطاف أنه هي موجودة بالقواعد وموجودة أيضا بالرأس الهرام عن طريق النظام ومثل روسيا خلينا نستطرد أكثر في هذه المسألة بالتحديد مدى نفوذ الإيرانيين في سوريا إلى أي حد متغلغلين وكلام عن عمليات التشييع التي عم تحصل في بعض المناطق وسيطرتهم على مناطق محددة في دمشق في العاصمة وكأنها أصبحت يعني شبه مستوطنات إلهم فعليا ومعسكرات ومراكز قوة ونفوذ للمذهب الشيعي لو نفصل شوي ما أنك بدأت في هذا الموضوع نعم يعني النفوذ الإيراني هو بمكان ما نفوذ مائي يعني كتعريف عام هو نفوذ مائي موجود في عدة مسارات لكن خليني أقولك النقطة الانطلاق منها هي كان ما تم أيضا أعدادهم الحافظ أسد لهم يعني بالأساس أنه في عندهم الحسينيات بالأساس أنه في كان في عن طريق بعض الجماعيات الخيرية مثل الجماعيات المرتضة على سبيل المثال كانت عمليات تشتغل بهذا الموضوع لكن كان كثير محدود حتى اليوم تمنحك عن الحوزات والمقامات المقام يعني معروف المقام هو ما كانوا مرة منه علي أو مرة منه الحسين أو مرة منه زيندين عابدين في عن 49 منطقة ومقام في في سوريا فهم بمكان ما موجودين أيضا في تواجد نسبة شيعية قليلة في سوريا لكن الهوية أنا باعتقادي لغم كل شيء كانت ستبقى سنية لنت تغير وهلا راح نفنده أكثر لكن إذن هو انطلق من هاي القاعدة على مستوى النفوذ لكن خلينا أنفند لك ياها ب بأنه السقف النفوذ الإيراني وصل لسوريا ووسط الحواز عام وكتير كان في 2017 واتفاق بس كان سأف يعني يتحكم بمفهوم أمني أكثر هو موجود بميليشيات موجود ب يعني غرف العمليات أي غرفة عمليات وهذا ما فقده الجيش بين عندما تكون أنت على رأس غرفة العمليات على رأس الطاولة فرق وبيتكون أنت جزء من أعضاء هاي الطاولة فرق كتير كبير النظام تحول صار جزء من الحجة طبعا حزب الله أو من المستشار الإيراني هو جزء من هاي الطاولة العمليات سواء كانت ميدانية فرعية أو ميدانية مركزية مفهوم اللجان الأمنية اللي كان موجود قبل الثورة عندي نظام تغير تمام ف 2017 كانت هي أنوان هذا النفوذ الأمني وقت اجتمع الدول كلهم بفهميها روسيا بفهم فيها روسيا اليوم العمليات الإسرائيلية أخذ ضوء أخضر من روسيا طبعا نجيله البضوع الروسي لوحده هذا ممكن بس أصلي اليوم هي فكرة وين أنه إسرائيل إيران أدركت أنه هي المستثمر أكبر في هاي المنطقة مع النظام عفوا وهي تطلع الخاسر خاسر ما في حل ما أنتج حل سياسي يضمن بقاءها أو يضمن بقاء النظام إلى حد بعيد فأعادت انتشارها بأدوات جديدة وبعيون أمنية لكن زكية أعطيك مثالين سريعات إذا بتروح وتشوف التمدد العقاري اللي عبيصير في سوريا من خلال إيران وشبكاتها أولا رسمة الخط التمدد العقاري إلى تجاهين هو خط نقل السلاح نفسه البو كمال ديرزور في دمشق إلى لبنان تمام وأيضا المناطق القريبة من وجود مؤسسات سيادية في الدولة السورية أبو رمانة والمالك يعني في دلائق كتير ومثبتة أنه عناصر حزب الله تمتلك عقارات هائلة ومتمددت هاي العقارات لوصلت لسعسع أيضا وسويداء هي على الخريطة ممكن تيجي توضح للمشاهد سعسع هي بالقنيطرة تجاهات القنيطرة على الحدود وسويداء ودرعها هي بتجاه الجنوب أقول أنا جنوب بكل حلقة أذكر بمعنى أنه في دلائق الأمني يعني أنت عبتحكي عن شمال فلسطين نعم تمام اللي هي منطقة طلع منه في 2017 باتفاق الروسي الأمريكي أنه انسحاب إيران من محيط إسرائي 70 كم هو قاعد انتشار فيها بهذا السياق اثنين جزء من القصة شو سوى العلاقات الهائلة مع الشيوخ عشائر ونحن نعرف العشيرة اليوم في سوريا وأنا هم موصفا ما عد مثل قبل هي عشيرة متماسكة اللي هي مصدر قرار أو مصدر هي رابط الدم فقط لأنه العبث اللي صار في مفهوم العشيرة بخلال البعث ودول البعث عخرها الكتير كبير طالع الفاسدين منهم وقسم المعشيرة فراح نفس السياغ استغلوا الإيرانيين مثلا عشيرة البكار على سبيل المثال هي عشيرة ضاربة هو يعود نسبها إلى آل البيت تمام اليوم مستثمارة عطعة هائلة معه هل يمكن نظر لعشيرة البكار أنهن بس إيراني لا عشيرة البكار جزء منه جيش حر وجزء منه اليوم مع قسد تمام مفهوم العشيرة تفسخ لكن هو اعتمد كتير على مفهوم العشائر المنح التبادل الثقافي يعني اليوم تيجي خليل لك على ريف حلب الجنوبي على سبيل المثال ريف حلب الجنوبي سواء من المرجع إلى خليل نقول للصاخور منطقة الصاخور وامتدادا إلى ريفها هي ريف جنوبي تمام عدد المنح اللي عبتطلع فيه الطلاب إلى إيران هائل عدد الزيارات بيأخدوه أنه تعالي نعمل دورات والآخري طب مواطن شو بقول لك أنا باخد مصاري حتى الميليشيات المحلية الدعمتها كان يأخذ 3400 دولار في مقابل اليوم وزير قد لا يصل للمرات ولا 200 دولار فهي استخدمت المال بمكان ما عن طريق العشائر عن طريق الاستثمار في الحوزات يعني اليوم كنا عم نحكي من حوزات علمية كان عددها ما دون المئة اليوم نحكي عن أكثر من 600 حوزة علمية موجود في إيران اليوم بتحكي كان ايه قبل الحوزات أعطي التراخيص لو وجود شيء يدرس الفقه الشيعي في أحد الكليات في الرقة تمام بينما كنا نحكي عن كلية شريعة كانت في دمشق وحلب اليوم عم تحكي أنت صارعا وضوح أكتب 60 مدرسة بتحكي عن 7-8 كليات تعليمية في وعرأسها يعني ما وشعر تكون هي بس شيعية اليوم البعث عنده جامعة خاصة مين بتفعل مصرياته طب البعث هو من كحزب حاكم من الدولة ومستمع يعني ما له إيراد من الدولة من يعني بجيب إيراداته كتائب البعث مين عددربها كتائب البعث اللي هو اليوم حزب البعث ما عد صفه بس حزب سياسي ورجعت تنشطت القوى العسكرية تابعه مين دربها فالإيراني هو متغلغل في المجتمع متغلغ المجتمع ومؤسسات وضيف عليها المؤسسات الخيرية يعني في عندك ما سوصلت رسول رسول كذا بعد ذلك الاسم الكامل أو جهاد البناء هي ما هي مؤسسة بس إغاثية وتنموية قديش مؤلم منظر اليوم تشوف طلاب وأن كان عنوانا الرئيسي هي تحفيظ قرآن طلاب من حلب أو من حمى أو من حمص تخريج قرآن هن بيحطوا عصابات يعني عصبات سوداء على الرأس صح هذا على المستوى الراهن ما بيأثر في المشهد لكن تغييرات ومحتملة كتير كبيرة خاصة في ظل هذا موجود حل سياسي وكله هذا منفلت عن يد النظام الوجود الإيراني وجود معمق مثال تاني يوضح أكثر شو المقصود بالتمدد الإيراني وهذا نحن نضمن نقوله بشكل مباشر أو غير مباشر حتى لصناع قرار العربي يعني بيتعاطوا مع الملف أنه اليوم قضية إيران ما هي قضية قرار بشكل أسد وطلعه وفوت خارطة التمدد هاي اللي عبتجي سواء كانت عقارية أو اجتماعية عبتتحول لمدن زكية شو يعني مدن زكية يعني أنت اليوم في عندك مؤسسات معامل يد عاملة توطين بعض الميليشيات المحلية وبعض الميليشيات الأجنبية وأعطاء جنسيات وتكون جزء من هاي المدن وخاصة منحكي على خط وين الأبرز اليوم هي مظهرة لم تطهر بعد لكن الأشراع الدالي على خط التنف يعني في قاعدة أمريكية يعني فيه إطلالة على داعش اللي يعني تصرح تمرح كذئاب في الصحراء إن صح التعبير في هاي المنطقة كأشراف حخط كيبتاجون الأمر بقول برجع بختصر هو أكيد وجود وازن غير مرئي لا يتم التعاطي معه على أنه قرار أجسام صلبة وجود الروسي موجود كجسم صلب إذن بختصره بقول اليوم الوجود الإيراني في سوريا هو وجود فلسفة الرئيسية إن يتحكم في مصادر صنع القرار في سوريا شو مرات أنت عندك نشيات محلية أكثر من 35 برلماني صار موجود في البرلمان السوري طيب شو وزن البرلمان السوري قد يأوقل قائل نعم اليوم ما لوزن لكن هو عب يفهم ديناميات اللعبة السياسية في سوريا وعب يدخل فيها جزء منه رح تشوف بكرة مين دي يحط قانون الانتخابات حزب البعث اليوم اللي ما عنده انتشار خارج المنطقة غير بعلاقات مع إيران وعلاقات مع الصين في مكان ما سيسمع لأنه حليف نعم فإذن مستوى الإعلامي اليوم من أول لحظة في الثورة السورية عملت مثل مستشارية إعلامية لإيران وهي تتحكم اليوم أكثر من 32 وسيلة إعلامية في سوريا وهذا يفسر وجود 529 قاعدة أو موقع عسكري إيراني موجود في سوريا من تشرين لأنه 50 أعتقد قاعدة قاعدة عسكرية هذه بعض الإحصاءات اللي قرأتها في الأون الأخيرة هذا قد يفسر كل الكلام اللي تفضلت فيه هو ينعكس في هذا الإطار إذا ما كان قوة عسكرية موجودة على الأرض هو ما رح يكونوا نفوذ في شتى المجالات الأخطر بس ما رح يسمح لي أخطر وين ولو شوي نظرنا بالمعنى العلمي اليوم في عمليات تتعامل مع ميليشيات أو أنت كدولة أو أي حل سياسي تتعامل مع ميليشيات المحلية في شيء اسمه DDR سياسات DDR كيف ترجع تدمجها وتنزع سلاحها فجزء من DDR اللي صار وقت جاء الروسي عمل شيء اسمه الفلق الخامس أنه أنا بدي أرجع هاي ميليشيات أضبطها ضحد الجيش تمام هو لم يدرك أنه حول الجيش لميليشيات كبرى تدير شؤون ميليشيات محلية شو سوى الإيراني الإيراني بقى سوى ميليشيات مثلا على سبيل مثلا الدفاع المحلي وهي ميليشيات ضاربة يعني كان جزء كبير منها عبترافق فرق الرابع وحارس الجمهوري في كل عمليات في سوريا ايه دمجة في فرق الرابع شو يعني دمجة في فرق الرابع يعني شو لحت أنا بدلة الإيرانية والبزدة بدلة الجيش تدرك الخطورة وين وين موجودة اليوم هادو الأغلبون وأنا رح أقول الاستنتاج وخلينا شوف الترابطات موجودة على خط الحدود الإردنية السورية يعني تهريب بشر كيبتا جون وهذا مو بس اللي مرض الاقتصادي إيران يجب أن تبع بث في الأمن الإقليمي كي تكون على الطاولة فهي تدرك هذا الشيء أيضا موجودة في دخلت في ميليشيات في سويدا فالأصد أنه في جزء كثير من ميليشيات الإيرانية شلحت ولبست للأربي والأخطر التواجد الحقيقي وهون نقطة الفيصل هو موجود في الفرق العسكرية الرسمية يعني موجود فرقة السابعة فرقة التاسعة فرقة الخانسة على سبيل المثال فيه وجود إيراني واضح لكن ضربة الفرقة كفرقة يعني إدخال الدولة في الصراع وهون ما أعمل إياه إذا كنت شفت اليوم الإسرائيل عب حاول اغتيالات ضربة شبكات وعب اعتمد الساعة على القواعد التقليدية في المصادر المعلومة يعني شبكات السخباراتية سواء النظام أو غير النظام تقليدين أحيانا بيستخدم الحيلة الإسرائيلية لا يعرف وين في إيراني وما في إيراني خط اللجات في درعة كجنوب في عندك شكل الأمني في درعة هو نظريا أنا شو كل دراسات مستحية تثبت لك وجود إيراني لكن هن موجودين هن موجودين في كل التشكيلات تشكيلات بطريقة ما هل يعني ما يقوله معني اليوم هو تطخيم للدور الإيراني لا ما أعبد أخيم دور إيراني أنا أبدأ أقوله بشكل جهاد المطاف هو موجود وازن ووجودا وازن لا يمكن استخفاف فيه أو التهاوى وتعاطي معه بهاي النظرة البدائية للأسف يا زالتا أنه إيه القرار هو عند النظام لا هو قرار فقده النظام لم يعتقاد عليه ولا يريده أيضا ويدرك اليوم أنه ما خرجي أن أسأل هذا الشيء لذلك إحاءات عزلة جنسية عن بعض عن هاصر برلمان إحاءات أنا منسئلي مضحكة مضحكة يعني اليوم أنت تروح تقيم لي حمشو لأنه مرتبط في ماهر الأسد وماهر الأسد هو محسوب على التيار الإيراني على سبيل المثال إذا خذنا هاي الرواية هذا مضحك شو أثر ذلك في كل هذه العملية شو أثر اليوم أنت اليوم بترجع إيه تعطي إيحاء أنه أنا ما عد بدي أسمع إيران رحت على السعودية طب ما الإيران يرد عليك دغري وبعث لك رارنجي وبعث لك وزير الدفاع إذا نقصة بالفعل بدك تشوفه كله بأنه المنط سوريا لأنه كجغرافيا هل ستكون منسجم مع ترتيبات النظام الإقليمي الجديد ولا سؤال بهذه النقطة بالتحديد أستاذ معين هل إذا أراد الإيراني من النظام السوري دخول المعركة يستطيع إجباره أم هو خارج الحسب أساسا طالما أنه نقول أنه سوريا ونظام الأسد هو من محور المقاومة محسوب هل محسوب فعليا أنه بسبب التواجد الإيراني تم حسبته بهذه الحسبة ولا فعلا هناك دور فاعل في محور المقاومة لنظام الأسد كان الأسد الأب كان هو أحد أضلاع هذا المحور تمام والأسد الأب هو ليس منظوره ديني أو منظوره عقدي الأسد الأب كان ينظر أنه دائما في عندك الفضاء الدولي في عندك تحالفات ومحاور كان أبن كان محسوب على المحور الشرقي للتابع اتحاد سوفيتي تمام على مستوى النظام المحلي هو كان يستخدم علاقتهم مع إيران للتوازن علاقتهم مع الدول العربية ولا يخشى لأحد أنه كان سوريا أحد أضلاعه ثابته في النظام الإقليمي العربي تمام هو كان جزء من هذا المحور نعم هو جزء أصيل بينما بعد الثورة السورية أصبح عنصران تنفيذيا في هذا المحور وهو الفرق وهو خلينا أرجع لك لأن نقطع أخرى يعني هل ومو سؤال إذا طلب من إيران طلبت إيران من نظام الانخراط في المعركة سيخلط هو سؤال واجه لكن سؤال أبرز هل إيران نفسها تريد أن يكون مكان الاستثمار الأكبر لها في سوريا محل تهديد إيران اليوم عهي عبت تحاول في هاي المرحلة بسميها استيعاب الصدمة وسامحني شوي لو رجعت شوي إطلالات تاريخية شوي بالنسبة إلي أنا بعرف لحظة 7 أكتوبر على أنه هي لحظة صححت نفسها استراتيجيا كيف يعني عندما اختحم المقاتل وحماس غلاف غزة كان في تقدير عسكري آني أنه أنت فيك تأخذ أكتر والتي العملية كانت تقليدية خطف مثل القواعد السابقة خطف مجموعة من الناس الإسرائيليين والصفقة وأيضا منها إحياء مرة تانية للسيرة الشرسطينية للي كان في تطبيع تغير شوي في المعادلة لكن تقدير الموقف الراهن أنا ذاك وسع العملية العسكرية لدرجة اليوم من تاريخ الصراع عام 48 لهاي اللحظة هي أقصى عملية أقصى عملية وهي هي صححت عند إسرائيل أنه نحن حتى فكرت أن وجود إسرائيل لا تزال مهددة وماذا ضرب ضربة العقيدة الأمنية اللي هي أنت عم تحكي فيها مع بحكيها لكلام حزبي أنا لا لا عمليا أنت اليوم أنا تخصي دراسات أمنية فلحظة الأمان هي لحظة أكثر لا أمان عند أي دولة دائما دولة يجب أن تشعب التهديد حتى تبقى محركة ومحفزة على الإسرائيل فهذه العملية كثير غيرت بمنطقة المنطقة ككل وإسرائيل أساسا راحت اليوم عم تشهد أيضا انتقال في استراتيجيتها هي اليوم ما عم تحطت كلفة كأحد عناصر لحساباتها في الحركة العسكرية يعني قبل إيه كان يضغط للمجتمع المحلي وأسرة وما أسرة ويخضع الرفات أسرة مقابل آلاف من المعتقلين والأسرة صح؟ اليوم إسرائيل حيدها بالعكس في عنده مثلا بقوله دليل عمل أنه اليوم لصافة سوريا كتجريف ديمقرافي عمرأة العالم صار كامل بعيده أنا في غزة ما حد تتكلم وهو بدي يخرج خلاص إخراج مثل اليوم النظام مثلا أو قوات العسكرية عند النظام قالت كل شيء حوالي محيط دمشق هذا ما بدي يكون في حدا تجريفا أو تهجيرا لأنه هذا استراتيجي خطر على دمشق فاليوم الغوطة على سبيل المثال كريف دمشق أو حتى الجبهة الجنوبية كله تم تثبيته ورحل يالا وين على الشمر فأيضا الإسرائيل عم يشتغل نفس الشغل إلاء كانت عم تترقب فصار في تبادل رسائل عسكري خلال نقول بمعنى الأداء العسكري في الجغال في السورية مرة يضربوها تضرب القواعد الأمريكية في سوريا مناوشات وكانت كده من أعضم التحديات أنا ذاك أنه هذا هو السقف الأكثر لتوسع وتمدد الحرب وبالفعل أريد من مسار غزة أن يبقى مسارا منفصلا عن باقي المسارات يعني نفسه نتنياهو كان يريد أن يظل ما نخلط غزة بغير مسارات تمام ومنطق إدارة أزمة غزة بين قوسين إذا بده حل بدك تحل أزمة المنطقة ككل لا الأمريكي جاهز لا الأوروبة جاهز ولا دولة عربية جاهزة فخليها جزر أزمات ماشية لكن هذا ما بتاح يعني طبيعة الحالة اليوم موضوع غزة بدون أي حلول هو بدي مدك لبرا إيجا الدور هون ودخلت المناوشات للحزب الله إيراني ما كان عم يستوعب من شو عم يصير يعني يستوعب إنه إيه خلاص نشوف هذا هو استقفل لا مرحلة دخول إسرائيل في جنوب لبنان بدأت استيعاب الصدباء أكثر ضمن منطق استيعاب الأزمة هذا السؤال اللي أرجع عليه أنا هل الإيراني اليوم عنده تقديلك غلفة جعل المغامرة في الجغرافية السورية ولا لا لأنه ضربة الجغرافية السورية هو عبتحكي عن 16 سنوات وخلاص يعني هو عمليا أكل ضربة ماكنة اللي يخشى هذا الكلام واللي عب يعزز عب يعزز هذا الشيء وجود ترامب في السلطة اليوم نعم كان عبيراهن يعمل شيء كتير بالإدارات الديمقراطية هل هو براهن ما براهن لا هو بالأخير أنا برأيي من أول غزة كان الأوردر واضح إذا صح التعبير يعني عم نحكيه باللمجاز الأوردر واضح لحلفاء المنطقة كل كل الانسجام مع الأوكستر الإيرانية ما حدا بتعبرها الخط نظام ما حكى شيء ولا ولا أي تصريح لغزة مع شيء مع أنه كان في غزة نفسه الحمساويين وقيادة حماس هي رجعت عرفت علاقتها مع نظام من جديد في لغة المصارح في لغة بدنا إياها نحكي لصيلات لكن بعد جنوب لبنان قصة غيرت أنا لو يعني إذا بدي أفسر السلوك إيراني هو إيراني يتمنى اليوم أنه تخلص في لبنان لذلك عم نشوف حزب الله فوض بري على سبيل المثال حزب الله حط نعيم قاسم نعيم قاسم صح شخصية إذا كاريزمة معينة لكن كاريزمة ليست قيادية هي رسالة أساسا لإسرائيل نحشوف نحطينا حطينا نعيم قاسم هذا الشخص اللي ما عنده قدرة وما عنده خبرة عسكرية بلا 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 وفوضوا بري ورح نرجع نحكي على اليوم عبيرنا نحكي عن شروط إلى يعاد تنفيذ 1701 شمال موضوع النهر الليطاني تواجد درسيم الحدود فلش نحكي تفاصيل اللبناء الأمريكي عفوا الإيراني يريد أن ينتهي الصراع في فدرون لكن الإسرائيلي في المقابل في الجولان أو في المحيط هذا حوالي الجولان هو عبيرنا في عمليات لحد اليوم نحن نحسن نقول عنها تجهيز البيئة الجغرافية لشيء ما هذا الكلام في الجولان السوري في الجولان السوري وأيضا في عمليات التوغل اللي صارت في القنيطرة وغيرها وغيرها من هذه المناطق أو حتى عمليات الإنزال الجوي اللي عبت تصير في مكان ما اللي صارت في عدة مناطق توقفني أنا تصريح قبل يومين أو قبل أسبوع تقريبا روسي أعتقد أنه هناك تحذيرات أو مؤشرات لنية للتوغل هل هذا الكلام وارد أو منطقي على الأرض أو هل يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يدخل الإسرائيليين عفوا روسيين في هذه النقطة سريعا مرتين أو ثلاثة على الأقل سواء عبر استجلاب بشار أسد إلى موسكو أو حتى ذهاب أولا كانت الرسالة واضحة تروح تحلل شو صابر لهذا اللقاء وتشوف المراكز للدراسات القريبة من الروس كانت الرسالة واضحة هي الانضباط المشهد رايح احتجاه انفلات حرب وروسيا هي لا تريد تهديد ما أنجزته عبر سلوات السبع التدخل في سوريا خاصة في ظل انشغالة في أوكرانيا يعني أقصى ما سوته روسيا اليوم عبي دي تدمر يعني هي فاتت ظلت تقاتل بعد 2015 لطلعت حلب من معادلات الصراع بعدين عملت أستنى ثبتت مناطق قدمت المناطق قدم قدم اليوم أعادت تصحيح معادلات النظام كأمنيا وعسكريا نظام اليوم ما عد منهار عسكريا يعني معارضة حصرت في جيوب اليوم هاي تكلعب تهدد لذلك حتى الروسي تشوفها في مكان ما ما عد حتمد على أستنى طلع مسار سوتي اللي هو مسار مباشر بين الروسي والتركي بالعكس الروسي يعبر لك للتركي تعالوا لو ترحصار لها بشراء أسد إذن لأن الروسي عينه وحدة إنه أنا بدي حافظ على استثماري صار في سوريا خاصة إنه جزء من سوريا خارطة الصراع الروسي مع الاجتماع الأوروبي والأمريكي هو سوريا جزء منه فالروسي يدرك هاتيجي وعطاه اعطاه صريحات وهذا ما بخفو الروسي إسرائيل نفسهم إسرائيل قالوا بشكل صريح ميرانوا تكرارا رسالة مباشرة إنه حتى القصر الجمهوري ضمن الأهداف صار لكنها رسالة تحذيرية تحذيرية ضمن هذا الظروف أستاذ هل النظام امتلك خيار خيار صمت أو بأقصى مواقفه هو سياغة بعض الجمل البيانية في مؤتمر في مكان ملخص للحديث أن النظام هو أداة تنفيذية في محور المقاومة نعم تحول في فترة الصراع فقط ولم نشهد سابقا يعني على الأقل عشر سنوات أو عشر سنة الماضية أن ضربت رصاصة واحدة للاحتلال فهي فقط أداة في يد محور المقاومة لتنفيذ أهدافها وطموحات هذا المحور فقط لا غير تحول أداة بحكم التحولات يعني كان عنصر من عناصر المحور المقاومة لا حدا يجهل لهذا الشيء ولا ينكره كما بضع كلمة مقاومة كل الحلقة بين هلالين لكن نستخدمها للتوصيش والأدق هو كلمة المحور الإيراني أو نفوذ الإيراني بس اليوم هو بمكان ما وزنه النسبي العسكري وزن جاء الحجد الشعبي في العراق نعم وزن الأكثر من ذلك أنت اليوم بمنطق الدول العلاقة بين دول والوكلاء المحليين كان علاقة بين النظام وحزب الله علاقة الوكيل والحليف المحلي تمام الحليف الدولي والوكيل المحلي في وقت صارت الثورة السورية واستجلب حزب الله ودخل حزب الله وقال أنه طريق القدس بيبدأ بيجوز يمر من التلعب الماء أنقرة بعد فترة لأنه تعرفوا يضربه بالقدس دخل في سوريا وانكشف وخسر خسارات اللي هي في اللحظة التي أراد حزب الله مساندة سوريا ما أجت حزب الله تعرض إلى أقصى ضربة منذ نشأته شو نضرب حزب الله اليوم ضرب ثلاث شغلات منظومة الاتصال والتواصل وهي معروفة باللغة العسكرية المضرب منظومة الاتصال والتواصل هو عرة عرة هذا الجسم أمنيا كامل إزايك شفت أنت بعدين صار يلقطوه مثل كأنه واضح أنه عصافير عبدالطير نعم أيضا ضرب هو اليوم مراكز القوة في حزب الله الشخصيات المؤثرة في حزب الله كصف أول وصف ثاني ضربة اللي هي العقلية الثلاثة اليوم غير شكل الجغرافية العسكرية أنه صار يفرض على حزب الله كيف هو يشتغل هذول الثلاثة أكيد أنا بأعتقد كتوصيح موضوعي ما رح ينهو حزب الله لكن مدخله حزب الله ما رح انتقاليه طويلة نعم في الحديث فالنظام ما سانده نعم الحديث عن التوغل الإسرائيلي داخل الحدود السورية هل تتوقع أنه يستمر أم يكون هناك تراجع أم هي مواقع دائمة لأنك أنت تحدث أنه هناك لشيء قادم هذا في رصد سواء الجبهة جوبهجولان نفسها وفي مطالبة أيضا طبعا هنا الأمم المتحدة كون هي خط فصل عبتراقب اللي صار فيها صار في شغلتين مهمين إذا بترصد المنطقة حاليا في نزع للألغام في هاي المنطقة بشكل واضح من قبل الاحتلاء من قبل الاحتلاء إسرائيلي بتزد مفتفجرات وأحيانا الغلاط لغطة عند بعض المنظمات الصحفية أترى أن هذا تدخلا هي بالأخير نهاية عمليات تفجير ألغام وأيضا في أبنية عبتن بنى ضمن فهوم الهندسة العسكرية أو التحصينات في الجبهة الجنوبية وأيضا نلوحظ رصد أكثر من ستبع محاولات تدخل شخصية يعني بدخل كومندوس إسرائيلي بيعمل اغتيال لشخصي يعتقد أنه لكن هاي هاي دلالاتها بالمعنى الأمنية عبيتعاطم مع المعلومات الأمنية آنية أنه قد يكون أنه فلان عبيتواصل مع جهة فلانية ليهرب فلان فبروح بضربه فهذه ما انتقلت لمستوى المباشر لكن عمليا شكل التدخل عبيتغير إذا شوفت ما ذكرت لك في البداية كانت قواعده ثابتة قواعد الدخل الإيراني هي مل على النظام اليوم عبينضرب عبينضرب يعني تصور وكانت فيه رسائلة واضحة ممنوع ممنوع تحرك أي قطع عسكرية لوحظت لوحظت أثناء الرصد أنه فيه تبديل اعتيادي بين فوجين عسكريين يعني أنت اليوم في العسكرية في عندك منوابات تبديل طبيعي يعني فيه باص ما بيض ذهب وباص ما بيض ضرب فالرسالة الإسرائيلية واضحة واضحة تحذيرية واضحة هي لا تريد على الأقل في مرحلة راهنة الجبهة الجنوبية جعل الفرق العسكرية هي أكثر فرق عسكرية منتشرة في الجنوب السلولة الأساسة منتشرة في هذه المنطقة لا تريد أن يدخل الجيش في هذا الموضوع هي تدخلة في هذا الموضوع إذن لكن هذا التدخل كتير سهل يتطور وينتهي لها تدخل من نوع الأول لليوم اغتحى مناطق أوسع أوسع صحيح بحزب الله أو في مناطق جنوب لبنان هو في مناطق وجد فيها وظل متواجد في مناطق فات وانسحب لكن في لبنان قد يكون هذا المشهد مألوفا حصل لقبل هذا الأمر لكن في سوريا تغير قواعد وصعب يعني صعب ضبط المشهد بالورقة أو الألم من هو المتضرر الأكثر من هذه التحركات هل تعتقد أنه الإيراني أم السوري أم الروسي بالمعنى السياسي الروسي بدرجة الأولى لأنه أي انهيار لمعادلة تثبيت الأمن في سوريا سوريا كلها خلال سنوات لدى صارت 2011 لليوم أقصى ما أنجزه المجتمع الدولي وقف اطلاق من رهش نعم بعيدا عن الملهات لإسمه جينيف بعيدا عن الملهات ما يصير في أستانا بما عدى الشق الأمني فيه من أستانا أقصى ما أنجزه وقف اطلاق غير معلن ما فيه هلا بالأدبيات ما فيه اسم وقف اطلاق النار اتفاقير أنه اتفاقير بيكون فيه دخلنا مرحلة ما بعد لكن اللي ذاك بشوف الروسي اليوم بدأ يش يعطي إحاءات أخي تعال ننفذ بعض استحقاقات في مشهد السوري تعالي حكي سي يعطي شيء العلاق بالتعافي وغيره لكن هذا الوقف اطلاق النار يعني بيرجع سوريا إلى معادلة المعادلة عسكرية هلا مع العودة الأمريكية التي باتت أكثر وضوحا مع وضوح تجهيز المنطقة بأنه نحن أمام وهون الشكل اللي يازم ننبه له هل شكل الحرب مؤقت أنا بحكي عن حرب طويلة المدى ليست بين يوم وليلي وهذا ما تميزت فيه استراتيجية العسكرية الإسرائيلية أنه هي ما عاد اعتمدت مبدأ الحرب الخاطفة لا لا هي عندها واضح أنه هي مراحل خلص التجريف خلت في غزة أو قابق قوسين وقالنا تقول انتهى الخطر الأمني عليها في غزة وبدأ الحديث حتى الناس طلعت مستحيل ترجع وفي تصريحات دولية عا بتدعم هذا الشي استخدم من المؤسف أننا لن نرى عودة النازحين واضح أنه لذلك هابينتقل هو على استراتيجيات تانية في مدى فإسرائيل روسيا بالمعنى العام لأنه إيران حتى هاي المناوشات ضربتها هي قادرة على أن تتبدل في مكان ما لكن برجع بذكر هل إيران مستعدة لمغامرة كبيرة في سوريا وهي سوريا المنطقة الوحيدة اليوم اللي هي مكان نفوذ الحربي فيها أنا باعتقاد إذا فيها عقلانية في صنع القرار يجب تثبيت أي مؤشرات تأجيج الحرب في سوريا إيرانيا إذا فيها عقلانية لكن برجع بألف في منطق اللي عب يصير كترتيبات عسكرية ما حدا فيه يضمن أن المشهد سيستقر كما يريد له مصانعي لكن الاحتلال الواضح أنه هو اللي يسعى إلى استدراج الإيراني والسوري إلى هذه المساحة أكتوبر عملية طفان الأقصى عملية أثر الأمن كتير بالغ ومعنش لو هيك لا نوضح أنا كنت أعرف اللحظة 2011 أو 2010 2011 لحظة تربية عربي هي اللحظة كمان ذات خطر استراتيجي على إسرائيل لكن تعاطي مع إسرائيل شو كان فيها استيعاب المشهد أنا ذاك ماشي عندما وصل المشهد إلى مصر وبلش تتهل تلويح بإعادة التفاقيات ودراسة التفاقيات مع إسرائيل في مزاج عربي بتعرف إسرائيل ومزاج عربي رافض لإسرائيل ووجود نظم ديمقراطية بمكان ما توصل لهدول الناس لسدة القرار خطر استراتيجي على إسرائيل اللي صار شو جعل الربيع العربي هو حق بالدماء لخمسين سنين قدام تحت ثورة مضادة تحت طبعا هون ما أقول أنا أسباب خارجية فقط ونحساعدنا ذاتنا يعني المجموعات الإسلامية ساعدت للموضوع فصال إسلامية فتعاطت مع إسرائيل هذه كل اللحظة لحظة التفاقي الأقصى هي بالمعنى العسكري المادي الصلب يعني نرجع نظرية الواقعية في العلاقات الدولية بكل حذافيرة ما عاد في عندي نظرية بنائية بمعنى أنه أو نظرية بنيةوية أنه نبدأ راعي سياسة لا إسرائيل واضح بأحد من إنتنياول لأسباب ذات داخلية أسباب حزبية خاصة من إنتنياول وأسباب أمنية إسرائيلية فايت بمكان جديد كليا طيب عند الحديث عن الوضع السوري والحال السورية لابد من التطرق إلى الوضع الروسي في سوريا نعم وأيضا الوضع الأمريكي يعني لو نحاول بشكل تفصيلي سريع نتحدث عن التواجد الروسي ودوره في الأزمة الإقليمية الحاصلة خاصة أنه هناك في حديث كان أنه قد يكون الروس تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في رصد بعض المواقع الإيرانية وما إلى ذلك ما أعرف مدى صحة هذا الكلام لكن خرج على السوشال ميديا فعليا خلينا نحكي بالتحديد يعني الوضع الروسي في سوريا أين هو ومدى نفوذه مدى نفوذه في الدولة الروسية السورية أيضا وما هو دوره كان في أو ما هو موقفه من الضربات التي تعرضها سوريا اليوم قبل 7 أكتوبر أنا أشوف الحديث يعني دلالتي في ذكر 7 أكتوبر حتى يكون في مقارنة لأنه مو بس مقارنة لحظة فارقة نعم لحظة فارقة بعيدة عن الخيال أو الوجدان الإسلامي والعربي شكلته هاي اللحظة أنا أحكي بمنطق العلاقات دول هي لحظة فارقة تمام قبل كان بمكان ما غير حزين الروسي من اللي عبسير مع إيران ضربات إيران يعني عادي يعني بالأخير أنه الروسي ما بيتعامل منطق ميليشيات ما دخل ميليشيات وعندما استند الميليشيات يستند لشركات أمنية خاصة فاجنر وغيرها تمام وهذا معروف يكون ضبطا أمني كتير واضح وهو يرى بأنه بمكان ما في كتير ما رح أقول تنافسات خلينا استخدم الكلمة الدقيقة تبايونات مع إيران في مكان ما طبيعة الحال أنه وقت يجي التدخل الروسي أكيد لح ترجع روسيا إيران للمقعد الخلفي روسيا اليوم في المنطقة ما حدا عم نحكي عن 2015 قبل الأكتوبر كان ما يبدين لحظات انزعاج من ضرب إيران بالعكس هو يرى بأن هذه الضربات بتعزز مسار سوتي أكتر وتخلي الإيراني يتبع الدبلوماسي أكثر من تحصيل هذه قصة لكن هو يدرك أنه الإيراني كان عنده قدرة يشاغة بكتير بكتير قصص على سبيل مثالك سريعا ليصار بشمال غرب سوريا كان في عندها حديث فتح معابر مشتركة بين نظامه والمعارضة النقطة اللي اختيرت بغض نزع موقفنا من هذه المعملية النقطة اللي اختيرت هي نقطة لا يوجد فيها تواجد ثلاث شغلات لا في تواجد الطرف الثاني للبيكي كي أو البيادين الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري البيادين معروف ولا موجود نصرة أو تنظيمات الرهابي ولا إيرانيين فكان واضح في مكان ما الروسي يريد ضبط الإيراني قدر المستطاع قبل 7 أكتوبر لكن بعد 7 أكتوبر لصة صارت مختلفة لصة اليوم في تهديد لكل المصالح كل ما تم إنجازه في المشاة الجغرافية السورية ولا نظر الجغرافية السورية على أنها فقط صرع نظام المعارض نحن بنحكي عن نقطة متقدمة في البيئة الدافئة نحن بنحكي عن نقطة محاضرة النيتوالهيتوركيا بنحكي عن منطقة أصبحت خزان للجماعات الإسلامية والجهادية وبدأت اليوم بعد استقرار استقرار الهش الموجود بلجت الناس من المقاتلة الجانب تهاجر ترجع إلى إلى آسيا الوسطى وغيرها وغيراتها من هاي المناطق خاصة مع التحاولات تعب تشهد بعض الحركات السلفية على أساها هي التحليل الشام إذن الروسي ما فيه يشوف هاي المناطق هاي القصص ودول ساكت عليها طيب رجعا لأساس فيه اتفاق العلاقة بالتنظيم الملاحة العسكرية كان اتفاق روسي أميركي إنه يسمح للإسرائيلي وإسرائيلي بيخطر هذول الجهات قبيل للحدث إنه شرط أنك تخبرني قبل القصف قبل القصف إجباري بدي يصير أنه فيه عندك أنه غرفة عمليات جوية بالأخير وكان يراد لها أن تتطور أكثر في عهد أوباما أنه يصير فيه عندك قواعد تبادل معلومات أمنية روسية روسية أميركية وهذا ما كان لم نشهده منذ تأسيس الكيانين المبع كان رايح أوباما بهذا السياق لكن هاي غرفة تنسيق العمليات موجودة واختار موجود الإسرائيلي الروسي طبعا من حيث المبدأ لم يعد يرى أنه هي بس لضبط إيران هي قصة عم تهدد كل المصالح خاصة مع عودة الأميركان للمنطقة وشو الشكل الإنجاز إيش الروسي عم يتفع بتجاه step by step يعني خطو بخطو ما فيني أنا أتجمع كلما بعض إذا كوي يرى بعين الرضا اللي ما يتم في لبنان لكن يرى بعين التلقب ليش الروسي دورة أو جيش الروسي صار هو قوات حارس حدود على الجبهة الجنوبية فجأة رأى الروسي حاله فايت في سوريا عب يقوم بمهام الجيش كاملة فات هو هو فات ليصحح معادلات الصراع في صالح النظام طيب اللي صحح تقول له هو الجيش لا آه كتير في عنده تحولات وانتكاسات وارتكاسات داخل الجيش فجأة شوفه فات بعمليات إصلاح وبلا شي بعض بعثات على روسيا وشوف البعثات اللي كانت نبعث بسياق شو اللي علاءة بالإمداد والتموين فأدرك أنه حجم التفاصيل تير كبير في التدخل وذلك أستنى مسار أستنى وتدخل ضبط الصراع الزلزال حسن من معادلات التطبيع مع النظام مع محيطه الإقليمي عدم وجود حل سياسي السوار الروسي هو دائما كان يغير مسار العملية السياسية وحل السياسي جعل أنه وجود حفشار أسد أو نظام بشار أسد هو حقيقة قدام الكل ويجب أن يتعاطع معها لكن اللي عبي خربط كل هالشي شو هو عامل خارجي هو إسرائيل فهيه ما منصرور الروسي من هذا من هذا السياق أعود على موضوع التواجد الروسي في سوريا المركزي تواجد المركزي هو في هيئة الأركان هيئة الأركان تابعة لوزارة الدفاع هو التواجد السوري السوري طبعا لأنه قلت لك هو لي لا ينظر لها أنه هو أنه هذا دخل عن طريق الجيش على فكرة التصحيح كامل وهي كتير مهمة في التفكير تفكير أن نحن نراقب مشهد السوري كل إجراءات تشكيل الميليشيات المحلية وكل حراكات المرتبطة في وجود مجموعات أي كان شكلها كانت تتم في إطار وزارة الدفاع اللي عن طريق الجيش ولو شكلا كل الميليشيات مثلا الإيرانية إسواء الأجنبية أو المحلية عن شئات كانت تبعية تصفل مخابرات العسكرية ومخابر العسكرية بالأخير الجسم تابع لوزارة الدفاع ولو كان تابع شكليا ففي كتير من الصفقات وكتير من قصص حتى اتفاقيات الأنجزة الإيرانية مع سوريا تمت مع وزارة الدفاع الكل المتفق على أن يرى من شكل الدولة هو إطار يتحرك من خلاله ووزارة الدفاع يمشارك فيها الروسي والإيراني أيضا طبعا ولكن بطريقتين مختلفتين الروسي هو مع بشكل عامودي علاقة مع طرفين لكن الإيراني هو بشكل أفقي نعم مع القواعد التواجد الروسي كان له استراتيجية مو بس تواجد العسكرية وهاي كان أحد أنا بأتقاد من مطبات التواجد الروسي أنه ددخل الإطارات المدنية وأنجز مصالحات بس هو كانت حتى المصالحات بعين أمنية تصير يعني ما تمه في جنوب لبناء في جنوب سوريا سواء انتفاقية الدرعة الأولى أو التانية الأنجز الروسي الروسي ددخل على أنه ضامنا اتفاقيات القلمون المصالحة ددخل عنه ضامنا بالعقصة يروح هو أنشأ مركز مصالحة في حميميم لدرجة في بعض الحامل راقب بعض القضايا اللي عم سجدها هذا المركز إذا تقادر اتنين يسجل على سياسة أنه مصالحة الروسي اللي راح أيضا التدخل وكان يعني لا يزال مخصص جزء كبير من سياسة الإقليمية خارجية لصالح الملف السوري طيب عسكرية ومين متواجدين يعني متواجدين بقرابة مئة وكذا نقطة عسكرية تقريبا مقطة عسكرية هي موجودة في المطارات في جزء من الأكبر أكثر هو برز بعد الانسحاب اللي أعلن عنه ترامب بولايته استلمه نقاط أمريكية سابقة نقاط تواجد في شمال غرب سوريا شمال شرق سوريا أيضا موجود على كدوريات دوريات لحفظ اتفاقيات أستانا أو مراقبة وقف طلاق النار في أستانا اللي صار لكن ما في قاعدة من هاي القواعد إذا تروح إذا أبنك الموجودين في داخل الجيش السوري جيش النظام إذا استثنيننا هاي لأنه يبقى جيش يعني في الأخير مخدم ومثل بتواجد الأمريكي تواجد الأمريكي أكثر نوعية رغم قلة العدد وطبعا في الأخير تواجد الأمريكي حتى لو بقي أربع خمس عناصر له مدلولات سياسية كتير كبيرة بس نحن 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 حتى بالمعنى اللوجيستيك المختلفة فهونا نميز بين ثلاث مستويات نقطة مراقبة تحسب كتواجد الأسكري وهذا ما يخطئ به للأسف معظم المنشغلين برسم الخلائط الجغلافية العسكرية في عندي نقطة عسكرية نقطة مراقبة ونقطة عسكرية قد تكون مرتبطة في تنقلات بعض القطع العسكرية وفي عندي قاعدة عسكرية الأساسي القاعدة العسكرية الأساسي كل هذا الشرح المبسط نعم اليوم في عندك بالمعنى القواعد يكفي أن نقول أنه في عندنا خمسين قاعدة عسكرية في سوريا وهذا الحد الأدنى لأنه الواقع أكثر لأنه في الأخير روسية لا من كل الجهات تمام كقاعدة شو معت قاعدة أنه فيها نقطة فيها نقطة طبية فيها اجتماعات عسكرية فيها صالة محاضرات نقطة متكاملة فيها مهبط طيران مو بس بس الروسي فيها ولا بس الأميركي فيها ولا بس الإيراني فيها ولا بس الترك اللي هنا أكثر ظهورا في عندي فرنسيين في عندي ديماركيين وفي عندي بريطانيين فيها نقطة كتير إذن مضحك مبكي المشهد في سوريا بهذا المعنى لكن الروسي قاعدة التواجد هي قاعدة مرتبطة بعلاقة مع وزارة الدفاع والجيش وحتى عندما يذهب أنجز مصالحات يذهب هو والجيش على عكس ما كان يتم مع إيران معظم من الهدن السابقة كانت إيرانية تنجز مع المقاتلين بشكل مباشر مع النصرة وغيرها وغيراتها عبر وسطاء محليين اليوم الروسي عبروح بشكل بشكل رسمي كان يروح وهذا التوصيف هو ليس دبيع أن هذا الدقله إيجابي وهذا الدقل سلبي هو توصيف أن الروسي اليوم عبروحاته مع مؤسسات الدولة بس شو نجتوى الروسي عمل عمل فجأة شاب حاله قدام فكرة إصلاح المؤسسة العسكرية إصلاحها بمنظور عسكري بحث لأنه بيستثمر اليوم في المؤسسة العسكرية واستثمر في شكل الوجوده في الدولة سوريا المستقبل يعني عقيدة العسكرية في سوريا يعقيدة القتالية السوفيتية شكل الأسلحة والانتشار والآليات وآلية التفكير شكل بيروقراطي وشكل سوفيتي فهو الاستثمار الأكبر اليوم عدد يحاوله الإيراني لشكل ميليشياوي في اختلاف بوجهاته النظر أو التباينات الروسي هو حريص على هذا الموجود موجود في فرق بالأسف فرق فيلق بالفيلق الخامس هو مشرف بمكان ما على هاي التفاصيل موجود في قواعد جوية في ريف حمص وفي حما وفي دمشق موجود في كعدة مناطق لكن فلسفة التواجد الروسي العسكري أنه هو فقط لتثبيت حالة توقف اطلاق النار وتحسين شوي شوي الظروف العسكرياتية للنظام عبر نظام المنح عبر شوي تحسين شروط الاندماج جبار نظام عجراء بعض التغييرات في نظام العسكري رح نأتي على ذكر شنون الجن تجنيد وغيرها وغيراته لأنه بالأخير حتى يدير ظهره ويطلع من مشهد الروسي لا يمتلك اجزد السراتيجي يعني اليوم محل سياسي مافي هو يدرك مجرد أنه إذا عمل رجع إلى منطقة هو خفف خفف لكن موجود التواجد كل شيء متحصص وكان في ما بتكلم هذا الكلام بمعنى أنه بس فقط كلام في عندي الدليلين كان على الموضوع قبان 2018 كان في ريف دمشق أو كان في درعة نفسها سما كان منجز اتفاقية المصالحة غاب الطيران الروسي جمعة عن المعارك فجأة فصائل المعارضة وصلت لما تخلق دمشق وصلت لساحة العباسيين اللي بيعرف دمشق ساحة العباسيين هي أول دمشق ومتقدم يعني فيه درقة دلم وأيضا وصل الفصائل الأسكرية للمنشية في درعة هذا أسس على الكلام لأنه فاقد القدرة الفنية وما عنده قدرة على تعويضها في ضل قانون قيصر فالهود الإيران الروسي مستدام وهون ما عنده تراتيجي وهي جزء من المشكلة اللي راح يصعب أكتر أن يرى نفسه بس بمخلط في معادلات مع نظام معارضة معادلات أمنية إقليمية عبر تدخل إسرائيلي واحتمالي التوسع في الجغرافيا السورية قبل انتقال محور آخر عشان نسكر هذا الموضوع العلاقة بين الإيراني والروسي في سوريا هل هي علاقة تشاركية أم تنافسية في ظل هذا الوضع الحالي بسينا سمع مستويين مستوى أستنى هي علاقة تشاركية إذا حد بعيد أريد لها مؤخرا أن تنفصل عن مصار في بعض نقاشات مرتبطة في روسيا وتركيا أخذت مصار سوتي اليوم الروسي على مستوى الثاني هو غير مسرور من ما يتفعله إيران بمكان ما لأنه عب يعيد يعني حتى عبضرب سياسة الهيكة اللي تابعه اللي عب يشتغل فيها الروسي فيلخ الخامس ومحاولة دمج هني مليشيات يعني الروسي شو سوى الروسي لواء الثامن تبع درعا اللي هو معارض بجله كان تاتاب للجيش الحر جابه في مصالحة وربطه شكليا مع الجيش مع الجيش السوري مع الجيش السوري وإشراف المخابرات العسكرية لكن هذا إشراف شكلي هم ضمن الـ DDR ضمن كذا الروسي هكذا هكذا منطق هو بشوف أنه انضبط هتقول هيرا بالمليشيات الإيرانية منضبطة هو بشوف أنه الإيراني بمكان ما عب يضل يعبث في هاي في هاي الأسطال أنه طبيعي خارطة اهتمام إيران مختلفة خارطة اهتمام إسرائيل لكن وسط لمحد الاشتبار أو التباي أو الاختلاف الشديد لا أعتقدها موجودة لكن يبقى بالأخير في أهدف استراتيجي لكلاهما إيراني وروسيا وتفقين عليها دعم النظام دعم قمود 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 الدولة السورية تمام عدم العودة إلى مربعات ما قبل 2018 على القل الحديث عن الدولة السورية وصمود الدولة السورية لو يجينا نفكك هذا النظام اليوم المهولة يعني واللي تحدثت عنها كيف هو شكل الجيش السوري لو لو تحدثنا في البداية هل فيه جيش فعلا حقيقي مستقل تابع لدولة أم هو جيش عبارة تحول في ظل الظروف الموجودة إلى ميليشيات كل ميليشيات تتبع إلى جهما الأمر ليس في هذه العبثية يعني المفرطة نعم تمام وأيضا ليس في الشكل الذي موجود كافة 2020 عشان نوصف لأنه يبقى أحد عناصر قوة القوة المتبقية للجيش أنه كإطار تنظيمي هو جيش يعني لا يزال في عندي فرق وفيالق وألوية وفي علاقة فوقية وعلاقة تحتية هذه البيرقراطية قد تحميه لهذا الجيش موجودة الأزارات ومحاوظة عليه والعكسة بتاعتي عناصر قوة للنظام اليوم يعني على سبيل المثال النظام جزء من تحكم الجيش سواء سواء حافظ أسد أو يكمل فيه بشراء أسد أنه كيف يتحكم في الجيش ويجعل الجيش لا ينخرط في الحياة السياسية منفردا يتحول أداة يستخدمها النظام فيه مجموعة مجراءات نأتي على ذكرها لاحقا لكن اللي قام فيه النظام أنه بتشوف أنه فيه أربعين مركز قوة داخل الجيش نحن عملناها في مركز عملنا زميل لنا في المركز من زمان هذول أربعين مركز علوي بحت يعني علويين بيتحكموا في هذا الموضوع إذن النظام شو بمعناتها الحكيين النظام هو مراسل قوة الجيش المركزية تزال يتحكم فيها وشو متحكم فيها بيروقراطيا مين بيعين في عندي واحد سبعة واحد واحد من كل عام واحد سبعة من كل عام فيه نشرة تنقلات ونشرة تسريحات مين بقع لهذه النشرة تنف تقنيا بيقوم فيها شعبة شؤون الضباط بس بالأخير اللي وقع عليها بشار أسد وبتخلال هاي هو يعيد ترتيب المراقز القوة عبر معيارين احنا عم نرصدهم أولا اللي عليه عقوبات بيغيره تمام بيخرجوا اللي بيحس انه في حدا سقف التعويل عليه كتير كبير بيغيره مثلا علي مملوك اسم الصدق لمع كتير في عقلية الاستخبارات الروسية والاميركية ومطقة اعتباره انه بديلا ما طب علي مملوك اليوم في ويطلع مدد له مرة مرتين وخلص بقانون الخدمة العسكرية بخلص هاي قوة ما فيك تفرطة فيها لانه في شي مشارعة بالتنظيم لكن بالتحولات اللي دخل الجيش نعم الجيش فقط كثير مثل ما ذكرت لك قدرة الفنية على سبيل المثال وقدرة البشرية لكن تعال نشوف في وحدات عسكرية ذهبت نعم في وحدات عسكرية ذهبت خلصة الاهم تم ضرب كل الهندسة اللي قام فيها حافظ اسد تم ضربها اليوم فيما يتعلق بالجيش تم ضربها خلال سنوات الثورة وتحولات الثورة شو تم ضربها كان فيه الجيش قسمين الجيش البلقراطي يعني نحكي عنه الفلق والوزيعات وفيرق ويراد من الجيش ان يكون خزان للحق الاديولوجي والعقدي وكان تابع الحزب البعث يعني فيه عندي 256 شعب حزبية تابع الحزب البعث يعني بمعنى انه جيش مسيس لذاك احد الشغلات المجتمع العربي على اقل ما بيعرفها او بتحس او حتى الفاعلين العرب يطلبوا يعني ينظروا لمرسوم انه نظام عمل مرسوم عفو انه هذا يا جماعة هذا دليل انه عبي عبي يعطي تسهيلات الجماعة لا هي قصة ما هي هيك قصة ما هي إجرائيات لسة اليوم في عندك النظام عنده مجموعة من أدوات تنفيس القانون بشكل كتير كبير ما حدا عبيد لك الجزء من الهندسة قام فيها حاف أسد قلت لك كان في عنده جزء الجيش هادي الرسمي وكذا في عندك جزء سميناه شبكات الأمنية العسكرية اللي هن حرس الجمهوري اللي بلش يضربون للإسرائيل هفك بتسمعنا عن ضربات عميفة بلش يضرب اللواء مئة واربعة والمئة وخمسة أفواج عفوا كرسائل تحذيرية حرس الجمهوري وفرقة الرابعة الفرقة الرابعة هي امتداد لسرائي الصلاة ورفعة الأسد وغيرها غيرات اللي هي برأسها ماهر الأسد وعندي أيضا الحرس الجمهورية هي مجموعة أفواج وألوية كل واحدة عندها مهام الفرقة الرابعة كان مهماتها الأمنية غير العسكرية إنه ضبط بين قوسين السلم الأهلي خارج دمشق يعني تدخلت في أحداث 2004 بين الأكراد والعرب تدخلت في أحداث البدو في السويداء تمام تدخل بينما الحرس الجمهوري معني أمنيا بأمن دمشق حتى قواعد الموجودة بالحرس الجمهورية ما مسلطة على دمشق هذول اتنين نظريا فيهم يعملوا شيء اسمه انخلاب ناعم لكن هندسة كيف إنه كل الأطراف الوحدات هي مرتبطة عسكريا في في القيادة العسكرية وفي شكل مباشر لذلك أي قرار عسكري بفهم التنظيم العسكري في سوريا أي قرار عسكري يطالع أو ينفذ في الميدان إجباري في تبعية لرأس العسكري ففي مسؤولية مباشرة لأنه خاصة مين كان القول في الميدان في الثورة السورية اللي بيعاب تناهض الحراك الثوري هي الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة إنه كانوا عميش تغلوا هذا الشغل وين مرتاح تلابتلاقي فرقة الرابعة حرس الجمهوري القضية قضية تبعية مباشرة هذول التعرض لتحولات كتير كبيرة جزء مننا ميليشيات صار جزء من الحرس الجمهوري ميليشيات صارت داخل الفرقة الفرقة الرابعة صارت تحولات كبرى في هذول الاتنين اللي هن كانوا زمام وعصب نظام حتى الموارد البشرية اللي صارت وطلق السنزاف البشر اليوم كانت كمان ضمن هندسة اللي أنا فيه حال أسد في أي وحدة عسكرية في عندي مثلث قوة ضمن السياسة اللي استخدم هاب أسد في الجيش التمع شغلتين تريه في الجيش وحكى عنه بطاطو كتير ودراسة يعني كتبت نفسي بماء من ذهب لأنه كتر ماء دقيقة وعلمية بشون ريه في الجيش وحول وحوله إلى ريفي أكثر وحول خلال هذا التريف بعد ما صرح مجموعة من الضباط السنة كده حول السنة إلى مجموع أكبر لكن تقنيين أفراد تمام وحول العلوي إلى عصبة سياسية نعم ماشي عصب سياسي فعكسه في كل وحدة عسكرية في عندي مثلث القوة قائد الوحدة قائد أركانه وضابط الأمن تبعون أينما وجد الضابط العلوي هو العصر الأقوى هذه التركيبة ضربت أيضا أو على الأقل عبت ضرب أيضا في مسار الثورة السورية الأكبر من هيك اليوم في كتير فرق وفيالك عسكرية تم ضربة الاستنزاف في القوة الفنية تم ضربة ومطلما قلت لك في نهاية المطاف اليوم وزير الدفاع شيء متبقي الوحيد خلينا أقول لك هو قوة الأجهزة أمنية وهي موضوع داخلي غالبا هذا غير مرتبط بشكل مباشر في الجيش لا مرتبط بشكل مباشر يعني لم يبعين وزير الدفاع يعني وزير الدفاع بعينه فيه ترشيحات وصابات تخذ الأجهزة أمنية مش وزارة الداخلية لا لا النظام الأمني في سوريا مختلف يعني هذا جزء من فهم الدولة السورية يعني تفهم نظام الأمني هو نظام أساسا ليس له سلطقة دستورية وخارج سلطة الدستور يعني ما فيه بالدستور ما ده بتنظم عمل أجهزة أمنية القوانين المرعية لعمل أجهزة أمنية هي قوانين غير منشورة القوانين طلعت في ذو القانون الاستثناء أو التوارع في سوريا طب يعطي قضية معقدة ولكن بالأخير العلاقة تغيرت بيناتهم هذول الجهازين بحاول بحاول بشار أسد يعمل بعض الإحاءات فيها أنه هو بيعمل تغييرات لكن برجع بقول لأبرز تحولات الجيش السوري وهي باعتقادي هي الأكثر هم عمقا أنه لم يعد هو صانع القرار الوحيد في رسم توجهات الخط العسكرية في سوريا عندما تفقد السيطرة في غرفة العمليات فقط كل شيء خارطة الانتشار عم بحكي شوية تقنية معلش سامحني وسامحني الجمهور تقنية أي جيش وقت ينتشر انتشاره ما بيجي بألون تشري قطعة أفلانية لقطعة أفلانية في قواعد أنه أنت ما بتنتشر من نقطة ألف إلى نقطة ب إلا إذا ظهر ظرف أمني ما وهذا يحتاج إلى مرتبط قانون التعبي أو التحشيد عملية معقدة تقنيا انتشار الجيش اليوم حركة استخدام الجيش في مواجهة الحراكة المحلي خلخلت هذه الحركة وخاصة على أنها أتت بشكل غير رسمي يعني شو غير رسمي كل قائمة على أنه يلا حرك قطعة أفلانية دون أن يأتي أمر بمعنى أنه يجب أن تنتشر قطعة أفلانية كذا طريقة انتشار قطعة أفلانية تستوجب تحضرها درجستية أخذ من كل قطع العسكرية مجموعة من الناس وعمل كتائب النمر أو عصابات النمر ودخلت هاي العملية هي عملية تنهش أجعلت الجيش السوري بالضبط هيكة العظمي هذا الهيكة العظمي هو القرارات التنظيمية فقط إلى حد نبع لذلك أي عملية لاحقة في استرداد وبناء الدولة السورية المستقبلية هي عملية بالدباع طويل من إدراك حجم الخسائر وحجم التحولات وارتكاسات اللي ظهرت في بنية الدولة ككل وكيف أنك ترجع تعري الاستثمارات الخليق لك الغير وطنية لاستثمر النظام في هاي المؤسسات كيف ترجع على خط بحيث الأمن والجيش كخطاع أمني يخدم أمن الوطن ويسأمن فقط الحكم النظام الحاكم في ظل الحديث عن هذه التركيبة المعقبة في الداخل إلى أين سوريا ذاهبة في ظل هذه التحول الإقليمي الحاصل في المنطقة قراءة المستقبل تنطلق من قديش عا تتنام مجموعة من مؤشرات الدالة لأن سوريا ذاهبها بهذا اتجاه أو ذاك الاتجاه إذا كي عملية أول شيء نسبية يعني ولو متكلمت بمنطق الباحث اليوم في عندي سيناريوهات أيهما سأرجح والترجيح هو ليس على كيفي أو كيفي كوي الترجيح نحن مناخد بناء عام أشوالات عم نرجح حادا عنها لكن بالنهاية لا بد ندرك أنه قد يكون متغيرا طاري أما يظهر بيغير هاي المعادلة طبعا مين قال اليوم رح يصي فيه عند تنظيم الدولة السورية ليقلب معادلات الفين في سوريا مين قال اليوم رح يصير نحن كن ندرك النصطفان الأقصى نعم وكلها بيجعل بيخربة الأمور بيجعل الوطني بيرجع لمرتبات قدنا وبرجع لخلي الإقليمي أعلى فالسيناريوهات هنا أنا برأيي بدي أميز بين مستوى مستوى الحل السياسي أو مصير سوريا كصراع بين نظام معارضة واليوم أيضا بدي أحكي عن الجغرافية السورية في ظل التحولات الإقليمية وفيه سيناريوهات بربط بين اثنين مع بعض اللي هو أنا أرجحه في المسار الأول المجتمع الدولي بدأ يتعاطى مع ملف السوري بنقطة اللحل ووضع القائم يجب أن يدرك كل الفوائل المحطنية المحلية كل أطراف إنه مجتمع الدولي غير جاهز لإنجاز حل سياسي في سوريا وكل ما يتم هو محاولة تلبيس لأمر الواقع على حل ما يعني 2-2-5-4 شأنه شأن القرارات المرتبطة في فلسطين سابقا هو كليشات كليشة أساسها من كتب بصيغة غموض البناء هذا الكلام مؤلم نعم مؤلم جدا أنا موصف في هذا السيناريو ودليل الدائم له القصة هاي تقنيا من قول 2-2-5-4 هو المادة الوحيدة قانونية كقرار مجلس أمن ليزال هو ينظم العملية السياسية يقول إقامة نصا إقامة حكم ضو مصداقية غير طائفة وهذا التعبير كان التعريب في المرن لكلمة هيئة حكم انتقالية اللي كان في بيان جينير تمام بس ميعه أكتر يقام في غضون 6 أشهر ثم يتلي أو 8 أشهر يتلي انتخابات ودستور تمام خلال 18 عمليا كمفردات هذا القرار ميت سريريا لأنه حصلنا نحكي باللجنة الدستورية وما أجزنا شي واللجنة الدستورية صنعا من 2018 لليوم مرت في متحولين سنتين لشكلنا الأسماء لأنه الروسي كان بدأ أول شي متحفزا ليغير مسارات السياسية توجه السياسي بعدين وتغيرت الجغرافية العسكرية بعد ما تم في الدستور أصبحت لجنة الدستورية في مكان ما هذو كلهم كعناصر أساسية في إنجاز حل سياسي أنا برأي تم تجاوزهم وإذا صاروا لاحقا سيصيروا بشكل بس ديكوري ليش لأنه اللي عابتناقش اليوم استحقاقات ما بعد الحل بمعنى صار تكيف مع الواقع وفي تي إذا ما تكيفت مع الواقع مشرت في السوري إنه هذا الواقع موجود تعني انتقل التعافي المبكر أكتر مفرد اللي هو معرفة مش هدستوري التعافي المبكر وانجزت لأنه بعد 2-5-4 شو كان مجلس ينشغل في سوريا كل 6 هون اللي هو ينشغل في قانون مساعدات أو تمرير المساعدات الإنسانية مرة ممررة ممررة عبر الخطوط عبر الحدود وهذا التيه والروسي كان يستخدم المنصة الأمم المتحدة في مفاوضات يعزز أمره في أوكرانيا ومرة يعزز من سيادة الدماشق وحصل مكاسب كبرى يعني بيجعل فهذا كان المساء الوحيد يعبد ناقش فيه اليوم عبد ناقش دعافي مبكر الاتحاد الأوروبي اليوم لم يعد ينظر في سوريا على أنها خاسرة المهمة له أو يدخل عفوا في موضوع عبد نظر بس منظر اللاجئين سيعيّم أبعوثا دوريا للاجئين والعكس اليوم في محور 7 دول عبي قود توجه جديد لإعادة تغيير الاستراتيجية الأوروبية واللاقات الثلاثة اللي قالوا لا للتطبيق مع النظام لا لإنطلاق عملية سياسية عملية تنمية دون دون تغيير سياسي ولا لعودة لاجئين دون تغيير سياسي هاي اللقات عبي غيروها بلاش يشهد فإنحنا عبتعاطى مع مشهد يجب أن يدرك الفاعلين يجب أن القضية ماعد في المدى منظور ما في حل سياسي المجتمع عبتعام مع منظور اللي حل سياسي مركز لا يتحكم في أطرافه قد يكون شكل من أشكال لا مركزية والفرصة هون بين قوسين إذا هو هذا الحديث عن لا مركزية فكيف نحن كقوة وطنية نجعل هذه المركزية لا مركزية العراق ولا مركزية لبنان ولا مركزية دايتون اتفاق دايتون كيف نجعلها مركزية تجمع الجغرافية السورية حديث صعب جدا كيف توزع صلاحيات المركز على أطراف مشكلة سوريا كانت ولا تزال وستبقى يجب أن يدرك الناس ليس قضية هوية وليس قضية وجود إيراني وليس قضية كل شيء هي قضية من سيحكم وكيف بديعكم ماشي وقليات الحكم كيف بش رأس جوزة من قوته دستورية هو في تعظيم كبير لصلاحياته ورأي سلطة تشريعية ورأي سلطة تنفيذية هو يرأس خطة تنفيذية المجلس الشعب والإقاءة الجيئة على قوات المسلحة هو بعين المحكمة دستورية في تضخم هائل في صلاحياته دستوريا دستوريا في تضخم فيجب أن يدرك المعارضة أنه كيف ينجزوا ويتماهوا مع هذا مع الواقع الراهن مع امتلاق أدوات تأثير أخرى لأن نعمية التغيير هي الأساس هذا المسال الأول الجغرافية السورية بمعتبار ماذا كسيناور الثاني احتمال توسع الحرب أكثر أنا أعتقد نعم ستترشح لتوسع الحرب لصعوبة داخلية نعم داخل سوريا أكثر لصعوبة الفصل ما بين الإيراني والنظام أنه هو أصبح متغلغ عضويا عضويا هو جزء من القضية شو هي احتمال تظهر بعض الصفقات المحدودة قد يكون اللي يبوء في الحرب في سوريا هو ضمان ضمان حقيقي لانسحاب إيراني حقيقي ماشي من جنوبك كل قنيترا درعا وسويدا وهذا عملية إذا بدون يشتغلوا فيها هي صعبة جدا تصف المدى المنظور لأنه التغلغل كتير نوعي كتير نوعي ليش بالجنوب فقط لأنه على شمال لأنه ضمن استراتيجة إسرائيل شمال فلسطين الإسرائيلي أنه بعد التجريف لصيفي غزة توسيع خطوط الدفاع لتكون في خصوم في أراضي خصم وليس في أراضي وهذا الجزء الأول عب يمشي مع مسار الثاني ومسار الثاني عب يمشي منفصلين لأسا ينعكس لأنه عندما تدهوى الأمور هون ستنتعش هنا لأنه بدي يكون في سؤال التغيير مين دي جي بديل وكيف هل نستعجف العملية السياسية ولا لا وكلهما كل هذه السيناريوهات المؤشر الحقيقي هو بدنا نترقبه هي إدارة ترامب صحيح نظريا فريق ترامب كله مؤيد لعودة للشغل الأوسط كله مؤيد لإسرائيل كله مؤيد لتحجيم إيران وإرجاعها جبرا وليس طوعا كما أراد أوباما إلى الحضيرة الدولية لكن ملفات منطقتنا على الأقل وفقنا كقارئ للسياسة الاستراتيجية الأمريكية اللي هي الاستراتيجية أمريكية لا تدرك هذه التعقيد في هذه الملفات دائما هي شديدة تتبدل إذاك بنهاية المنطف شفت العراق أخذته إيران ما هي قضية إيران تعخذي تعخذي العراق هي لأنه ما في إدراك لحجم التعقيدات اللعبة تصير وما أنجزه أوباما في حقبته من رسم خطوط فاصل للدول الأمريكي في المنطقة عموما يصعب على أي إرادة إدارة أمريكية سواء جمهورية أو ديمقراطية التغييرة هلأ ما أدراك أنه لحظة أكتوبر الثوافاء الأقصى هي كتير صعبة وبتغير نعم سيبقى الفصل للتواجد الأمريكي يعني نحن اليوم عم نحكي عن كان في لو ما في حداث توفاء الأقصى كان في ظل ترامب سينسحب أمريكا من سواريا لأن ترامب أساسا في آخر حقبته تلعب ينسحب تمام هلأ اليوم لا كل المؤشرات دالة على العودة نوعية وبلش نرصد وجود حركة تسليح تعزيز للقوات وهون ترامب نفسيا بينظر للقصة أنه شلون يشتغل الديمقراطين يشتغل عكسهم يعني الديمقراطين في أوباما قال لهم إذا استخدم النظام كي ما يبدو أضرب ما ضرب أوباما أنجز صفقة طب ضرب النظام في خان شيخون 2017 ضربهم ستين صاروخ بس ما سبب سوريا ومعارضة نظام معارضة سبب داخلي ولفس الشيء كان بده اتفاق نووي مع إيران هو ما بده فهو جزء من قصة اليوم اللي عبي شوفها كان اللي عبي لعبها وهي كانت ينزعج منها ناتنياهو أنه بايدن كان عبي يعطيه رسالتين هو رسالة واحدة أنا وسيط بعطيك بقترح مبادرات ويهدي السلم وهذا ليس دورا عهدته إسرائيل من أمريكا وبالعكس اعطى رسالة مباشرة لو بلشت لحك عنه هلأ أنه أنا ما رح أكون معك دخلت على جنوب لبنان حكالي بشكل صريح ما رح أدوك تكون معك دخلت على كذا ودخلت على كذا سينطلق أوباما من عكس هذا الأمر أنه رح يروح باتجاه هذا لكن ترامب عفوا شو عندك دور العربي يعني محمد بن سلمان محمد بن زايد دور القطري كمان أدركوا أن هذه التحولات بدها شغل جديد من يومين كان في قمة صينية إيرانية سعودية المشهد ليس كما يظن إدارة أمريكية لكي شكل العودة واللاعودة هل نحن أنا ضمن هذه السنوات أرشح أن هناك صفقات جزئية لا ستتم ولكن في عودة أمريكية وأيضا مسار المشهد في سوريا سيبقى يعني رهين هذه التطورات لكن شخصية أقتوقع أنه سيكون تطور دراماتيكي في الجغرافية السورية وما يعيشه النظام هذا العام هو أخطر عام يعيشه النظام في 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 كل سنوات في سرع لأنه البصلة ليس القتال الداخلي سرديته تجاه القتال الداخلي وتعاطيه مع مجتمع الدولي كان يبقى يعرف شنو يتعاطى معه اليوم سردية سردية أمنية إقليمية وخيار الصمت أو لا خيار المتخده هذا إلا إذا قرر أن يبقى فقط قصورة هذا أمر آخر أستاذ معين أشكرك جزيلا حضورك معنا في بودكاست عربي بوست كان لابد من تفكيك هذا المشهد الداخلي السوري حتى نفهم علاقة النظام السوري والدولة السورية مع المتغيرات الإقليمية الحاصلة أشكرك جزيلا نعم شكرا